وقفات مع آيات الحج جاء القرآن الكريم وتحدث عن الحج في آيات كثيرة أيها الإخوة آيات كثيرة سبحان الله العظيم كل آية من هذه الآيات التي تحدثت عن الحج إما لها قصة إما لها سبب نزول إما فيها واقع حدثت سبحانك يا ربي سبحانك أو نازلة نزلت أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بأفعال الحج وعمل الحج وشعائل الحج فنزلت آية كريمة جليلة عظيمة تجيب عن السؤال وهذا من عظيم القرآن الكريم حتى سبحان الله العظيم لعلها ملاحظة يعني ألحظها في القرآن الكريم أننا نجد في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى بسورة الحج وهذا مما لفت نظري يعني حقيقة مما لفت نظري أن أجد آية سورة في القرآن تسمى بسورة الحج ولا أجد في القرآن مثلا سورة الصلاة ما فيش سورة الصلاة ولا سورة الزكاة ولا سورة الصيام في حين أن أعمال الإسلام أو أركان الإسلام خمسة كما تعلمون الشهادتين أقام الصلاة إتاء الزكاة سوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلة فلعل هذا أيضا يلفط أنظارنا ونحتاج إلى مزيد تأمل سورة تسمى سورة الحج وليس هناك سورة اسمها سورة الصلاة ولا سورة الزكاة ولا سورة السوم تأملت هذا الأمر لماذا؟ لماذا توجد سورة اسمها الحج ولا توجد سورة بالصلاة أو الزكاة أو السوم رمضان الإجابة على ذلك أحبابنا الكرام أن سبحانك ربي سبحانك أعمال الصلاة أو الصلاة عبادة يومية متكررة يعني الصلاة عبادة متكررة في كل يوم صلاة عبادة الزكاة عبادة متكررة على الأقل كل عام مرة لكن هناك زكوات مثلا زي زكاة الزروع والثمار على حسب ما يخرج من الأرض ممكن مرة ومرتين وثلاثة في السنة كذلك زكاة الركاز يعني زكوات كثيرة يمكن تخرج في أكثر مرة إذن أيضا عبادة الزكاة عبادة متكررة سنويا أو أقل من سنة كمان كذلك عبادة الصيام عبادة سنوية متكررة في سوم رمضان وإن كان العبد سيصوم صيام نفر عبادة الصيام عبادة متكررة في كل أسبوع إذن عبادة الصيام عبادة متكررة عبادة الزكاة عبادة متكررة عبادة الصلاة الصيام الزكاة عبادة متكررة لكن عبادة الحج عبادة ليس متكررة هي عبادة العمر كله يعني العبد يجب عليه إن استطاع أن يحج مرة واحدة في العمر كما تعلمون تمام؟ ده إن استطاع كمان إذن هي عبادة واحدة في العمر كله هي عبادة العمر ولمن استطاع يعني هذا يعني أن ليس كل المسلمين يؤدون فريضة الحج فلما كانت عبادة الحج عبادة غير متكررة بل هي مرة واحدة في العمر كله بعكس الصلاة والزكاة والصيام عبادات متكررة أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة اسمها سورة الحج من باب التذكير وحتى لا ينسى الإنسان لأنها عبادة غير متكررة ومرة واحدة في العمر هذا بما لفت نظري لكن فعلا نحن نحتاج إلى أن نقف بعض الوقفات مع بعض الآيات من آيات الحج آيات الحج كثيرة ومنتشرة في أكثر من صور القرآن زي صورة الحج وزي صورة البكرة وزي صورة العمران يعني فصور كثيرة تحدثت عن الحج كل آية لها قصة يعني على سبيل المثال لما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج هذا الجزء من الآية له سبب نزول إن بعض الصحابة بدأوا ينظروا في الهلال فالهلال كما تعلمون يبدأ صغيرا ثم يكبر فيكبر فيكبر إلى أن يكتمل في ليلة مثلا 24 في المنتصف الشهر ثم يصور ويصور ويصور وهكذا فسأل البعض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بلنا نرى الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يصور وهكذا يعني إيه الحكمة من كده فنزلت الآية الكريمة الجليلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهنا وقف مع سبب نزول هذه الآية لنستخرج بعض الحكم والعظات هذه الآية وهذا السبب من النزول يعلمنا ألا نسأل فيما ينفع لأن السؤال في أصله يسألونك عن الأهلة هو ليه يصغير ويكبر يعني إيه الفائدة ما الفائدة من وراء السؤال هذه طبيعته هذا خلقه خلقه الله هكذا إذن السؤال في الأصل لا يترتب عليه منفع والقرآن الكريم يعلمنا ألا نسأل فيما ينفع وأن لا نجيب إلا فيما يفيد هذه قضية منتهية لذلك أحبابنا الكرام الكرآن هنا يعلمنا إذا سئل الإنسان أو العالم أو المربي أو المصلح أو الأستاذ أو الشيخ أو سئل سؤالا لا يترتب عليه منفع ولا يترتب عليه إفادة أي أن يجيب إجابة فيه إفادة لذلك الكرآن الكريم أضرب صفحا عن كنه حقيقة الهلال وطبيعة الهلال وخلق الهلال يسألونك عن الأهلة فأجاب الكرآن في طريق آخر خالص كل هي مواقيته للناس والحج يعني هذا الهلال نعرف به أوائل الشهور وأوائل الشهور عندنا في الإسلام مهم جدا لأننا نعرف به مثلا العدين ونعرف به يوم عرفة أداء الحج ونعرف به صيام رمضان ونعرف به يوم 13 و14 و15 عشان كل شهر ونعرف به مثلا يوم عشراء وبعض أيام الله سبحانه وتعالى إذن القرآن الكريم ضرب صفحا عن هذا السؤال وأجاب إجابة فيها منفعة وهذا مما نتعلمه من آيات الحج أولا لا نسأل إلا فيما ينفع ثانيا إذا سئلت سؤالا لا ينبني عليه منفعة ولا ينبني عليه عمل ولا ينبني عليه إفادة أن تجيب أنت إجابة فيها إفادة وسبحان الله ما أكثر الأسئلة التي توجه في هذه الأيام ولا ينبني عليها يعني لا عمل ولا إفادة فيجب على العالم على الشيخة على الأستاذ على المربي أن يجيب إجابة فيها إفادة إذن هذا هو الجزء من الآية يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج عندنا باقي الآية لا سبب نزول ويقول ربنا سبحانه وتعالى ونعيسك وجماعة تتأمل معي وتتدبر معي هذا الجزء من الآية وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأت البيوت من أبوابها إذن القرآن نفى أن يكون البر أن نأتي البيوت من الظهور وأثبت القرآن وأمر أن البر يبدأ بتقوى الله ثم أن نسير سيرا عاديا وندخل البيوت من أبوابها هذه الآية أو هذا الجزء من الآية له قصة ده سبب نزول الأنصار بالذات يعني والعرب خاص والعرب عامة كان الواحد منهم إذا أحرم خد بال حضرك وأنا عايزك تنتبه معي جيدا الواحد من العرب إذا أحرم يعني لبس لبس الإحرام يرى أن من البر اللي يدخل البيوت من أبوابها طب لو عايز يخش بيت أو يخرج من البيت كانوا يفتحونه في الخلف باب خاص كده ويخرج منه ويدخل منه وخاصة الأنصار خاصة أهل ياسري في هذا الوقت وكانوا يظنون أن هذا من البر فنزلت الآية الكريمة الآية الكريمة توجه العقول وتصحح المفاهيم وتبين حقيقة البر لا كما يفهم البعض أن البر عبارة عن صورة أو البر عبارة عن شكل أو البر عبارة عن منظر لا البر جوهر وجوهر البر في القلب وفي النفس وفي الضمير فنزلت الآية الكريمة وليس البر بأن تأتل بيوت من ظهورها كما كانوا يفعلون إذا أحرم الرجل منهم يرى أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يدخل من البيت يعمل له باب خارج كده من ظهر البيت يخرج ويدخل منه وليس البر بأن تأتل بيوت من ظهورها ولكن البر ما نتقى وده جماعة اللي أنا عايز أقوله واللي القرآن الكريم عايز يأكده أن مفهوم البر مش شكل البعض يظن أن البر ده عبارة عن شكل عبارة عن صورة لا البر مفهوم وجوهة وحقيقة تكون في قلب العبد لذلك الرجل الذي كان يسير في الأسواق وينزل رأسه هكذا كأنه يعني ورع أو فيه من التقوى فضربه سيدنا عمر بالضر قال ارفعي رأسك يا رجل التقوى ها هنا ليس شكلا ولا ادعاء ولا صورة فده في القلب وليس البر بأن تأتل بيوت من ظهورها ولكن البر من التقى تقوى الله هو البر حقيقة البر وأتل بيوت من أبوابها إذن الآية الكريمة الجليلة تعلمنا يا أحبابنا الكرام أن حقيقة البر في القلب وأن العبد لابد أن يسير بلا تكلف وبلا تنطع لأن هذا الفعل يعد صورة من صور التنطع في الدين وما أكثر صور التنطع التي نراها اليوم من المسلمين للأسف الشديد